بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله والذين آمنوا وآمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصل حبالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتمهم فشدت الوثاق فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فذاء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر بالنوم ولكن ليذلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالنوم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأمهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وأن النار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من رب ذي كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مفل الجنة التي وعد المتقون فيها أمهارهم من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لوة للشاربين وأنهار من عسل مصفة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن وخالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون وإلا إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له فألعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنوا الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم ملود الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كيوما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا تعفتهم الملائكة أولئك يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأرينا كهم فنعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وشاق الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تبينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون فلا تبينوا والله معكم ولن يتركم أعمالكم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتدقوا وتدقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم بلا تدينوا وتدعوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتدقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم ها فيحفكم تذخلوا ويخرج أضلانكم ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستهدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أمثالكم